علي معلول علي معلول اللي سمعه مبارح ده كان متوقعه بالمناسبة يعني هو عارف انه الاهلي غالبا مش هيكمل اكتر من المسم كمان مع النادي الاهلي بس لما تأكد الامر مبارح بتصريحات الكابتن محمد رمضان الكابتن علي معلول بدأ يتحدث مع وكيل اعماله يلا شوف لي عروض خارجيه والنادي الاهلي فتح له الباب انه يمشي علي معلول قبل الاصابة كان عنده عرض وبدأ علي معلول ووكيله يسأله على العرض ده هل مازال العرض متاح حتى بعد الاصابة حسب معلوماتنا اه لسه النادي القطري عايز علي معلول هلا هيتم الحسم في يناير هلا هيتم الحسم مع نهاية المسم الامور لسه مش واضح علي معلول عنده اصرار كبير جدا اشتبع عارف يعني انه يرجع ويكمل على الاقل المسمين كمان علي معلول مش حاضط في اعتباراته ابدا ولا بيفكر في فكرة الاعتزال بعض الناس النهاردة طرحت فكرة انه علي معلول هيعتزل وهياخد منصف في النادي الاهلي ده وارد يحصل في المستقبل بس في هذه اللحظة علي معلوله عايز يكمل يكمل مع النادي الاهلي يكمل برا النادي الاهلي حتى لو هيقود بعد كده النادي الاهلي في منصف دي حاجة تانية بس هو لسه ما خلصه كرة من وجهة نظره هو لسه عايز يكمل لعب وكيله كمان بيشوف له العروض في الخليج بشكل عام قطر اولا السعودية في الحزبان والدوري الاماراتي كمان في الحزبان خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية بالنسبة لعلي معلول طيب